سهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة مخصصة للتعليم الصناعي الصف الأول حلقة النهاردة للصف الأول تخصص تريكو إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المادة المهمة من المواد اللي بندرسها عندنا في تخصص تريكو الصف الأول وهي مادة المعدات المادة دي جميلة جداً لأنها بتعرفني على الآلات والمعدات اللي أنا هقوم باستخدامها مش كده وبس دي كمان هتأهني إن أنا بعد كده أقدر أتعامل مع سوق العمل لأنه لما يبقى عندنا المعلومات الكافية عن الآلات والمعدات اللي إحنا بنستخدمها وإزاي نتعامل معها وده طبعاً بيحصل في الجزء العملي اللي بنزل نشتغل فيه في الورشة يعني إحنا في الصف الأول والتاني والتالت في مادة المعدات هي مادة مستمرة معنا بندرس فيها جزئين الجزء النظري وبننزل نطبق تحت في الجزء العملي طريقة التشغيل وطريقة تحريك الأجزاء وإزاي يعمل صيانة وإزاي يشغل الجزء إزاي يعمل صيانة للمكنة وهكذا يبقى أنا دلوقتي باخد شقين والشق النظري والشق العملي طبعاً الكلام ده بيخليني لما أخلص إن أنا أقدر أنزل سوق العمل وأقدر أتعامل مع الآلات والمعدات الشبيع للآلات والمعدات اللي إحنا خدنيها طبعاً إحنا خلال الثلاث أعوام بنعمل إيه؟ بناخد من أول المكان مكان يدوي لغاية ما بقى قالي بأنواعه المختلفة وبالتالي أنا هنا تأهلت كمان إن أنا أقدر أعرف تاريخ أصلاً كل المكان بتاع تريكو لغاية التطور اللي وصل إليه المادة دي كمان زي ما بتأهني إن أنا أقدر أتعامل مع أي مصنع أنا هروح أشتغل فيه أقدر أبقى أعرف لإني فيه عندي حاجة مهمة جداً وهي أني لما بروح أشتغل في مصنع بيسألني من ضمن مهاراتي اللي هو مطلوبة مني إن أنا هل بتعرف تشغل المكانة؟ هل بتعرف تفرق بين الأجزاء وبعضها؟ هل بتقدر تعمل صيانة؟ طبعاً أنا كل ده ببقى دارس جزء منه كبير جداً في المراحل الثلاث بتاعتنا أثناء الدراسة السنوية اللي إحنا بنقوم بها في الصف الأول والثاني والثالث يبقى إيه مادة المعدات دي؟ هي مادة مهمة جداً زي ما قمنا لإنها بتؤهني لسوق العمل والمادة دي موجودة في كل التخصصات بس كل تخصص حسب المعدات وحسب الآلات اللي موجودة عنده كنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الآلات والمعدات اللي أنا بستخدمها فيها إن أنا عندي مراحل لعملية المعدات وعملية الآلات أول حاجة عندي كانت أدوات التفصيل والخياطة ودي طبعاً التكلم فيها أول حاجة أدوات القياس يعني لو نفتكر مع بعضي كده قلنا إن في عندي خمس عمليات علشان أوصل لي الخياطة أو للتشتيب داع أي قطعة موجودة عندي في خمس مراحل أنا بمر بي أول مرحلة هي كانت أدوات القياس بتاعتي لو كلنا فكرنا كده شوية وقلنا أنا لو أنا حابة أعمل موديل أول حاجة أعملها إن أنا هقيس المقاسات بتاعت صاحب الموديل اللي هو جايبه لي يعني أنا دلوقتي مختار موديل كان شغله وعايز أفصله وعايز أشطبه عشان أبتدي إن أنا سنقول أرتدي فبعمل إيه؟ أول حاجة عندي بستخدم أدوات القياس وقلنا ساعتها إن أدوات القياس بتشمل مجموعة من مصطرة أو شريط القياس مصطرة القياس الشفافة المصطرة الخشبية وكلمنا عن كل جزء من الأجزاء دي وورينا فيديوهات لي وورينا صور في الحلقات السابقة يبقى إحنا تكلمنا قبل كده عن أدوات القياس وقلنا إن هي عبارة عن شريط القياس المزورة بتاعتي اللي هي بسميها المزورة تكلمنا عن المصطرة الشفافة تكلمنا عن المصطرة حرف T ويم قياس الخياطة وكمان المصطرة الصغيرة ودي مثلا صور للتسكرة زي مثلا دي المزورة بتاعتي اللي إحنا المرة اللي فاتت شفناها مع بعض ودي المصطرة الخياطة بجميع إيه؟ بجميع أنواعها كمان قلنا إن أنا انت قست يعني خدت مقساتك يبقى بعد كده عملت بطرونك يبقى هتبتدي تعمل إيه؟ هبتدي أستخدم كمان أدوات قص وبأول ما سمع عن أدوات القص هقول على طول إن أنا هستخدم إيه؟ المقصات وطبعا قلنا إن في الورشة عندي المقصات الموجودة إحنا بنتكلم عن الورشة الموجودة داخل المدرسة فالمقصات الموجودة عندي هتبقى المقصات الإيه؟ المقصات اليدوية بجميع أنواعها بمعنى إن هلاقي عندي المقص المسنن هلاقي مقص الخيوط والمقص الكبير طبعا بجميع أنواعه يبقى أنا عندي هنا قلنا إن في خمس مراحل عشان أوصل وأقول أنا وصلت لخياطة هذا المنتج وعملت له كمان عملية تشتيب أول حاجة نمشي كده كأننا بالضبط بنعمل موديل مش إحنا بناخد في سنقولة مادة الرسم الفني بناخد فيها رسم بطرون أول حاجة كنا بناخدها في المادة دي إن أنا كنت بقيس المقسات فأنت تخيل وإنت بتقول الأدوات المستخدمة أول حاجة أدوات القياس تاني حاجة على طول قلت أدوات القص ما أنا خدت كل مقساتي أبتدي بقى أعمل إيه برافو أبتدي قص طب إيه أدوات القص أفتكر على طول معايا هي المقصات زي المقص المسنن وزي المقص الخيوط اللي لو أنا عايزة أفك قطعة مثلا وعيدت أدويرها مرة تاني أو إن أنا خياطها مرة تاني عندي بقى المقصات بجميع أنواع حسب طبقات الإيه طبقات القميش يبقى إحنا كده قلنا أدوات القياس قلنا أدوات القص هنخش بعد كده بقى لأدوات أخذ العلامات وسعيتها تكلمنا وقلنا إن أنا بأخذ القطع بقى بعد مقصتها أخذ علامات علامات اللي هي إيه اللي هي مسافات القياطة أو إن أنا أقوم بأص جزئين وعايز أعمل لهم عملية خياطة مع إيه خياطة مع بعض كانت إيه ساعتها كانت عبارة عن لو أنا استخدمت أخذ العلامات عند التبشير وراء الكربون العجلة ألوان قبلها للمس كل دي حاجات المررفة تشوفناها في فيديوهات وخدنا برضو أدوات أخذ العلامات كلها واتكلمنا عن بعد كده أدوات الكي اللي هو موضوع حلقتنا النهاردة يبقى إحنا كده في خمس مراحل إحنا النهاردة إن شاء الله بقى هندرس المرحلة الخمسة وهي أدوات الكي يبقى كل المراحل اللي فاتت دي إحنا خدناها قبل كده هناخد بقى تكملة ليه عشان نوصل إلى عملية الحياكة أو الخياطة وعملية التشتيب إن أنا أستخدم بقى أدوات إيه؟ أدوات الكي أول ما هتكلم عن أدوات الكي على طول أصادي هقول إيه ده؟ والكي مهم أنا ممكن أخيط وخلص وخلاص على كده يعني في بعض الناس بتتخيل إن عملية الكي مفيش منها أي فايدة يعني أنا مش هستفاد منها بأي حاجة لا بالعكس ده عملية الكي مهمة عندي جدا بعد عملية الحياكة الأسباب كتيرة جدا أنا رفض الوقت منها إخفاء عيوب الخياطة تسطيح الخياطات كلنا بنلاحظ كده وإحنا بعد القطعة ميتم خياطتها بنلاحظ إن في بعض الجوانب مثلا يكون الخياطة ما هيش مستقيمة إيه سنأولى يعني حسان نامت كشكشة شوية طب أنا ده هعمله إزاي هغلفه وحطه وبعد كده سوقه طبعا درجة الجودة بتاعته هتبقى قليلة وبالتالي لما أدي له السعر اللي أنا عايزة دهوله المستهلك مش هيقتنع فهيبعد عن هذا المنتج وإحنا مش عايزين ده طيب يبقى معنا كده إن الناس المعتقدة إن الكي ما هيش عملية مهمة بالنسبة لإتمام عملية الخياطة والتشريب لا ده عملية مهمة جدا لإني ليها فوايد جمدة منها إظهار المظهر الجمالي لهذه القطعة يبقى لما أجي أتكلم عن الكي هقول إن الكي أثناء الحياكة من الأمور الهمة التي غالبا ما تهمل ويظن البعض إن العملية دي ليس لها ليس لها إيه؟ أهمية لا دي مرحلة مهمة جدا يا سنقولة وليها أهمية عالية جدا اللي ولازم كمان مش كده وبس إن معدات الكي تكون قريبة جدا من معدات الحياكة والخياطة لإني قسم الكي لفرد لفرد وكي القطعة اللي أنا قمت بإنتاجها وقلنا ليه بقى علشان أنا أصلا كلنا عارفين إن عندي المراحل في مصنع الملابس الجاهزة يبقى لأخذ المقاسات في مرحلة لعمل البطرون في مرحلة بعد كده للأس في مرحلة بعد كده للخياطة في مرحلة بعد كده للكي ثم التغليف حتى التسويق نفسه دي مرحلة أساسية برضو موجودة عندي داخل داخل المصنع فأنا عندي هنا لما أتكلم عن الكي الكي مهم جدا لإني أنا لازم أدوات الكي تكون قريبة جدا من أدوات الخياط طب هو الكي بيتم على كم مرحلة أنا عندي طريقتين للكي إما الكي بالضغط وده بسميه الكي العادي اللي كلنا بنستخدمه حتى داخل البيت اللي هو عن طريق المكوى وبضغط لما درجة الحرارة بترتفع أبتدي بعد كده يحصل فرد للحطة اللي هي بيكون فيها نوع من أنواع الكرمشة أو ما بتبقاش شكل القطع رغم إنها جميلة ما بتبقاش مدياني الشكل الجميل وبالتالي بعد الكي بيحصل إيه؟ بعد الكي بيحصل إن المظهر الجمالي بتاع القطع بتاعتي بيبان الخياطات اللي هي مفروض بتبقى جانبية ومسطحة ما بتبقاش مسطحة بعد الخياطة الكي بيقوم يا سنقولة بتصطيح هذه الخياطات مش كده وبس إن مقاس القطع أنت نفسك أو أنت نفسك لو جيت طلعت قطع عشان تلبسها من غير ما تتكوي هنلاحظ إن المقاس مش مظبوط طيب اكوي بعد كده القطع دي هنبص نلاقي إن القطع بقت مقاسها مظبوطة علينا ليه؟ انت فردت هذه القطع وستحت خياطتها وأزلت الكرمشة اللي موجودة فيها فبالتالي خدت المقاس بتاعك اللي انت عايزه يبقى أول نوع أو أول طريقة من طرق الكي عندي هي طريقة الكي بالضغط وهي تتحرك المكوى وتنزلق فوق سطح القميش بس هي دوبك الكل اللي بيعمله درجة حرارة سطح المكوى بتزيد ولما درجة الحرارة بتاعتها بتزيد وطبعا هنعرف دلوقتي إن لازم درجة الحرارة تضبط حسب نوع الخامة علشان ما يحصلش أي احتراق لهذه الخامة وبالتالي يبقى كل اللي بيحصل إن أول ما درجة حرارة المكوى بتزيد اللي بتنزلق المكوى عن طريق استعمال الايه؟ استعمال الايد نجي بعد كده نقول هو الكي بالضغط عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنه بيتم فيه تحريك المكوى تحريكا خفيفا أثناء الضغط على القميش وفي اتجاه النسيج وتحرك المكوى في جزء آخر من القميش يعني أنا بفرد القطع بتاعتي ويكون في اتجاه النسيج بتاعه وابتدي أحرك المكوى في اتجاه النسيج ليه بقى؟ لأنه ممكن وأنا بكوي أبص ألاقي فيه نتيجة عكسية يعني أحس إيه ده؟ لحظوا كده حتى في أبسط مثال لما أجي أكوي أكوي مثلا قطعة البنطلون في بعض الناس تيجي في نهاية الرجل بتاعت البنطلون تكوي تلاقي التانية بتاعت البنطلون قدت مجموعة من السنايات مش مرغوبة ولا مطلوبة ليه؟ لأنه تم كي هذه القطعة عكس اتجاه النسيج بتاعي فأنا لا أنا أثناء الكي باكوي القطعة بتاعتي حسب اتجاه النسيج علشان ما بصش يلاقي فيه تقصير بدل ما أنا بفرد؟ لا أنا بزود كمان بزود الكرمشة بتاعتي طب هو أنا عندي قعدة عامة للكي يعني هو أنا لازم أخد بالي لما أجي أكوي من مجموعة من الشروط ومجموعة من الخطوات اه ايه هي؟ أول حاجة كي كل خط خياطة بعد حياقته مباشرة ايه ده معقولة؟ ايوه هو مش احنا بنقول ان فيه ناس بتعتقد ان الكي ليس له أهمية بالنسبة للقطع اللي تم انتجها او تم حياقته؟ لا طبعا ده مهم جدا ولذلك أدوات الكي لازم تكون موجودة جنب أدوات ايه؟ أدوات الخياطة لان من القاعدة العامة للكي داخل المصانع ان اول ما اي خط خياطة يخلص انا بقوم بكيه مباشرة عشان اتأكد ان الخياطة دي مظبوطة علشان اتأكد ان لو فيه قطع مفروض تبقى وساط بعضها بتظهر اكتر ولو حسيت ان فيه ايه بقى تبطر ان انا افكها زي القطع وابتدي اعدلها مرة تانية يبقى من القاعدة العامة ليه الكي اول حاجة هو كي خط الخياطة بعد الانتهاء منه مباشرة تانية حاجة ايه؟ يتم الكي على ظهر القماش وهنا ده حتى بيجيني سؤال يقول لي اسكر السبب ليه يتم من القاعدة العامة للكي ان يتم كي القطع بتاعتي على الظهر مش على الوش خاصة يا سنقولة بالنسبة للقماشة اللي فيها لمعة واللمعة دي مرغوبة انا يمكن اكون مشترية القماشة دي لان فيها اللمعة دي فانا لما اجي اكويها على وجهها اللي هيحصل ان المكوه هتعمل بصمة بصمة يعني ايه؟ يعني هلاقي اللمعة دي عملت بصمة فيها مش كده وبس في بعض القطع من القماش او في بعض انواع القماش بيبقى اللون عادي جدا ومطفي ما فيه اي نوع من اللمعة زي اللي بستخدمها مثلا في واضح النهار انزل بها الشغل انزل بها المدرسة وهكذا فابصة لأي لما اجي اكويها على وجهها اللي بيحصل سطح المكوه الساخن بيعمل لي زي لمعة ودي لمعة غير مرغوب فيها يعني ما اقولش الله ده انا القطع بتاعتي هيبقى فيها لمعة لا انا اكوي كل القطع بتاعتي على الوش لا اللمعة في الحالة دي هتدي حالة من الرداءة للقماشة او للقطع اللي انا هلبيسة لانها تبينها يسا نقولك انها قديمة كانها استعملت اقصر من مرة وكمان ايه واشتغلنا ونزلنا بها كتير ولذلك تاني قاعدة عندي للكي ان يتم كي الملابس على الظهر ليه علشان اتجنب ان يحصل لمعة لازل قطعة واللمعة دي كمان غير مستحبة يبقى وبالتالي هتظهر لك ان القطعة بتاعتي قطعة قديمة ومستخدمة اقصر من الايه من اللازم خلاص طب عندي ايه من القاعدة العامة للكي غير كده رفع دبابيس الحيائكة من القطعة بتاعتي يعني ايه احنا طبعا اتفقنا في الحلقات اللي فاتت اني انا اسناء عملية الخياطة قبل ما ببدأ بعملية الخياطة الالية يعني قبل ما حط القطعة بتاعتي على المكنة بقوم بتدبيس احنا اتفقنا من ادوات الخياطة او من الادوات المستخدمة في ورشة الملابس الجازة ان انا عندي حاجة اسمها المانيكان والمانيكان ده اتفقنا ان هو شبه الجسم البشري طب انا باستخدمه ليه باستخدمه علشان احط عليه القطع اللي انا عايز ازبطها اللي هو الموديل اللي انا مختاره يا سنة اولى طب انا بحطه على المانيكان طب لما اجي احطه على المانيكان باستخدم من الادوات بتاعتي ان انا احطه يعني اثبته بدبابيس علشان خاطر اسناء ضبطه اقدر ان انا اوفي الاجزاء مع ايه مع بعضها طيب ما ينفعش ان انا ساعات في ناس تنسى وتبتدي تخيط من غير ما تاخد ان انا عندي فيه دبوس فاجي اكوي الدبوس ده هيعمل شكل ليه بسميها البصمة يعني انا دلوقتي تعالوا ندي مثال لو انا في البيت وجيت كويت بلوزة فيها زرار او جاكت فيه زرار ماشي اللي هيحصل اول ما هدوث بالمكوى هلاقي ان علامة الزرار ده عملت ايه ظهرت على النحية التانية من القماش يعني الزرار عمل بصمة فانا برضو نفس الكلام من القاعدة العامة للكي اني انزع اي دبوس موجود حصلت ان انا عملته اثناء ما انا بزبط الموديل بتاعي ليه السبب ما ممكن السؤال يجي يقول اذكري او عليلي السبب نزع الدبابيس من القطع المرد كيها اقوله علشان ما تعمل ليش بصمة في القماش وبص بعد كده الاقي القطع بتاعتي فيها مكان كأنني رسمينه للدبوس الموجود فيه يبقى رفع دبابيس الحياكة قبل الكي لتجنب بصمة المكوى على القماش ايه كمان قال لي بقى دي كانت القاعدة العامة للكي تعالوا بقى نقسم معدات الضغط والكي الى مجموعة من ايه مجموعة من الاجهزة يعني انا دلوقتي عرفت الغرض من الكي هو واحد فرد القطعة من الكرمشة الموجودة فيها اعطاء المنتج بتاعي رونقا وجمالا لانه فعلا بعد الكي بيزيد شكله بيبقى احلى واجمل تصطيح الخياطات الجانبية ضبط المقاسات ده مين اللي بيعمل كده عملية الكي طب اتفقنا كمان ان في قاعدة عامة للكي طب هي ايه الادوات اللي بتستخدم للكي احنا قسمناها قسمناها وقلنا هي عبارة عن ايه اول حاجة عندي المكوى الكهربائية اللي كلنا بنستخدمها في البيت ودي مكوى بتتقسم الى مكوى كهربائية عادية اللي هي موجودة في البيت مكوى كهربائية اوتوماتيك يعني هيزيد مثلا عليها مجموعة من الترمستات مثلا مجموعة من فصل كهرباء وعدتها مرة تانية بعد التسخيل عندي كمان المكوى بالبخار والمكوى الكهربائية ذات القاعدة ايتيفيل يبقى عندي من الادوات اللي بتستخدم في الكي المكوى الكهربائية وطبعا زي ما قلنا عندي المكوى الكهربائية العادية المكوى الكهربائية الأوتوماتيكية المكوى الكهربائية البل بخار والمكوى الكهربائية البل بخار بس ولكن سطحها من تعالوا بقى ناخد مكوى مكوى من هذه المكاون أول حاجة عندي هي المكوى الكهربائية العادية وزي ما احنا شايفين كده المكوى الكهربائية دي أول مكوى الكهربائية تم استخدامها زي ما احنا ملاحظين هي عبارة كانت عن يد وطبعا عندي هنا القاعدة بتاعتي وعندي تحت هنا كمان القاعدة اللي هي من المعدد طبعا الجسم ده بيغطي الأجزاء الداخلية اللي هي زي السلك بتاع الكهرباء ونلاحظ إنا ما فيش أي ترمستات يعني أي ترمستات يعني ما فيش كرس مدرج بيدرج لدرجة درجة الحرارة إحنا اتفقنا إن أنا عندي بزبط درجة الحرارة حسب نوع الخامة اللي أنا بستخدمها فأول مكوى كهربائية عادية زي ما إحنا كلنا شايفين كده إحنا طبعا عندنا الأول خالص كهات المكوى العادية اللي هي بكتسخن كنت بسميها المكوى الحديدية لأ إحنا بعد كده هندرس المكوى بقى القهربائية وأول حاجة فيها هي المكوى القهربائية العادية والمكوى دي زي ما إحنا شايفين قدامنا كده في الصورة هي مكوى ما فيهاش ترمستات يعني هي نفس الأجزاء نلاقي كده الجسم اللي فوق ده مغطى لمجموعة الأسلاك اللي موجودة بدخله وتحت هنا القاعدة الحديدية أو القاعدة المصنوعة من الحديد علشان أكوي بيها يبقى تتكون من قاعدة من المعدن المعدن الأملس النعم لسهولة الحركة فوق القماش وبيستخدم طبعا معاها بخاخة مية وفضرة عند الكي وهنعرف يعني إيه فضرة الفضرة دي هناخدها دلوقتي من أدوات الكي المساعدة وهي عبارة عن طبقة من القماش شفافة بتتحط فوق القطعة المراد المراد كية زي ما لاحزنا إن المكوى كان سطحها أملس وبنحاول دائما وأبدا إن سطح المكوى يكون أملس ليه عشان ما يشكبكش معه النسيج اللي بيتم إيه اللي بيتم كيه فيعمل إيه يعمل لي إصابة في هذا النسيج يعني شد فتلة فيدي شكل مش كويس يعمل لي قاطع مثلا أثناء الكي وزي ما إحنا شايفين إن المكوى دي كانت عادية جدا ما كانش فيها أي إضافات وكان بيستخدم بيجوارها بخاخة يدوية لبخ القماش عشان أدي له جزء من التطرية علشان عملية الكي تكون إيه تكون سهلة تمام دي المكوى القهربائية العادية اللي كانت موجودة زمان وبتدينا بقى نطورها طورناها إزاي عملنا المكوى القهربائية الأوتوماتيك زي المكوى اللي موجودة عندنا في أغلبية البيوت زي ما إحنا شايفين كده هنا شكل المكوى بتادي يتطور أولا عندي الجسم ده بيصنع من مادة رديئة التوصيل للقهرباء كمان عندي هنا لو نلاحظ الحتة الصق دي ما يشمح طوطة كده وعليها كلام إنجليزي كده وبس لا ده الغرض منها إنه هو كتبلي فيها كل خامة درجة الحرارة المناسبة لها يعني أي اللي مثلا لو خامة قطن درجة الحرارة كام لو صوف لو حرير وهكذا يبقى أزودنا على جسم المكوى الجزء المعدني ده اللي موجود عليه نوع الخامة والدرجة الحرارة اللي مفروض تضبط عليها طب إيه كمان اللي فوق أعلى ده اللي أعلى ده سنقولها هو المؤشر أو الترمستات اللي عن طريقها بطبط درجة حرارة الخامة حسب اللي مكتوب هنا في القطع النحاسية دي يبقى أنا المكوى هنا زادت بمجموعة من الأجزاء لو نلاحظ إن المكوى العادية ما كانش موجود فيها لمبة إضاءة المكوى القهربائية العادية اللي كانت قبل دي على طول ما كانش موجود فيها مؤشر لضبط درجة الحرارة ما كانش موجود عليها كمان الصاجة دي اللي هي زي ما احنا شايفينها اللي لولها نحاسي دي اللي موجود فيها نوع الخامة ومكتوب جنب نوع الخامة درجة الحرارة علشان أنا أبتدي بعد كده أضبط المؤشر ده على مثلا اتنين إحنا طبعا عندنا المؤشر مرقم من واحد إلى أربعة حسب نوع وطراز المكوى طيب أنا بقوم أبص في الصاجة دي على نوع الخامة مكتوب قصادها درجة الحرارة قد إيه مثلا أربعة فبزبط المؤشر الموجود في مقدمة جسم المكوى من أعلى لباين قدامي ده على درجة أربعة تمام يبقى المكوى الكهربائية زاد عليها بعد كده المؤشر واللمبة واللمبة دي موجودة ليه؟ اللمبة دي موجودة علشان أول ما بشغل الكهرباء هي بتنور وأول ما درجة الحرارة بتاعت المكوى توصل للدرجة اللي تم ضبط المكوى عليها بتفصل هذه اللمبة وأول ما درجة الحرارة تبتدي تقل عن الضبط اللي إحنا مزبطين عليه المكوى تبتدي تنور تاني بتقولي إن درجة الحرارة هترجع تاني تزيد على الدرجة اللي إحنا زبطنا المكوى بتاعت عليها يبقى المكوى الأوتوماتيك تحتوي على التدرج حراري بمدى واسع من درجات الحرارة مدى واسع سنقولها يعني مجموعة من التدرجات اللي تناسب جميع الخامية ايه كمان ويتم التحكم فيه من جهاز اللي هو ايه اللي هو ضبط درجات الحرارة وإحنا اتفقنا انه بيتم ضبط او كتاب الدرجات الحرارة حسب نوع المكوى بيتم التحكم فيه عن طريق انه هو موجود في مقدمة المكوى ومزود بمؤشر لضبط درجة الحرارة انا عندي المكوى موجود فيها مؤشر المؤشر ده موجود اعلى جسم المكوى من الامام واللي بيحصل ان انا بتحكم فيه حسب نوع القماشة ايه كمان انه بيقوم فصل الطيار القهربي اذا وصلت درجة الحرارة للدرجة المطلوبة انا لو مزبط على الدرجة اربعة اول ما درجة الحرارة بتوصل للدرجة اربعة على طول بتفصل المكوى تلقائيا الى ان تبتدي ان هي مخفض او ان هي نفسها اوتوماتيكيا وتبتدي درجة الحرارة ترتفع تاني علشان توصل للدرجة اللي تم دبطها طيب هو كل المكاوي الكهربائية بيبقى المؤشر بتاع درجات الحرارة موجود اعلى جسم المكوى فيه المقدمة لا احنا عندنا بعض المكاوية سنة اولى ودي برضو موجودة ومتوفرة مش بس في الورش عندنا كمان في المنزل هنلاقي ان المؤشر بتاع درجات الحرارة موجود عندي على جسم الاعلى للمكوى بس فين اسفل المقبض بتاع المكوى يعني مش شرط ان ده الشكل المعتاد لا احنا اتفقنا ان كل مكوى شكلها بيختلف من مصنع الى مصنع او من مركة الى مركة فانا عندي القرص ده ممكن يبقى موجود في مقدمة جسم المكوى اعلى وممكن يبقى موجود هذا المؤشر اسفل المقبض بتاعه على جسم المكوى مش كده وبس ان القطعة اللي هي اللونها نحاس دي او فدي حسب نوع المكوى مش هي اللي موجودة برضو على طول انا ممكن ابص الاقي مثلا المؤشر نفسه مكتوب عندي درجات الحرارة اللي انا بزبط عليها المكوى نوع الخامة يعني مثلا فوق مثلا اربعة قطن فوق واحد لا نايلون وهكذا يبقى مش شرط ان ده يكون الشكل المعتاد او الثابت للمكوى تمام تمام يبقى انا عندي بيقوم بفصل الطيار اذا وصلت درجة الحرارة بتاعتي الى الدرجة المطلوبة حتى تنخفض درجة الحرارة وتعمل اوتوماتيكيا وعندي هنا المكوى زي ما اتفقنا مزودة بلمبة تطفق اوتوماتيكيا عند الوصول الى الدرجة المطلوبة احنشوف كده مع بعض الفيديو ده الفيديو ده زي ما احنا شايفين كده بيبين لي شكل المكوى قدامي لاحظوا كده هي ادي المكوى الكهربائية زي ما احنا شايفين ده المقبض بتاعها سنة اولى اهو وطبعا بيصنع من مادة غير قابلة لدرجات الحرارة هنوقف كده ونشوف مع بعض المؤشر مرة تاني هنرجعه كده مع بعض عايزة اشوف شايفين المؤشر مؤشر اسمه التحكم في درجات الحرارة اهو ده المؤشر اللي بتحكم فيه في درجات الحرارة وهنشوف مع بعض كده بصوا اهو زي ما احنا شايفين درجة واحد درجة اثنين درجة تلاتة اربعة خمسة المكوى دي متزبطة درجات الحرارة بتاعتها لغاية درجة ستة طبعا عن طريق هذا الزرار بيقوم بضبط درجة الحرارة حسب اللي مكتوب في الصاج زي ما اتفقنا او القطعة اللي موجودة تحت المقبض بتاعي بتم التحكم فيه درجات الحرارة دي حسب نوع الايه نوع القمش تمام اهي زي ما هي حركت هنا دي اللمبة الجانبية اللمبة دي اهي تم اضاقتها زي ما احنا شايفين دي اهي عملي اهي تم اضاقتها زي اللمبة لما انا زبطت درجة الايه درجة الحرارة اللمبة دي بتنور علشان تعرفني وتقول لي ان درجة الحرارة بتبتدي تشتغل وبترتفع لغاية ما توصل للدرجة بتاعتي المكان ده انا شلت الصاجة ليه عشان نشوف مع بعض المكان بتاعها الصاجة هي بتركب هنا في الحتة دي بتعشق في هذا الجز علشان هي مهمة بالنسبة للمكوى دي في انها هوا شايفين معايا في ان بيبقى مكتوب عليها يا سنة اولى نوع الخامة والدرجة بتاعت كل نوع خامة ده الجزء اللي بتركب فيه هزي الصاجة لو بصينا الاسفل كده هنلاقي القطعة اللي هو سطح المكوى وسطح المكوى ده لازم يكون املس وهو اللي بيوصل درجة الحرارة اما بيرتفع الى الاقمشا ده المدرج بتاعي او التدريج بتاعي الحراري اللي انا عن طريقه بدرج او بزبط درجة الحرارة حسب الخامة وزي ما شفنا كده حين دلوقتي بنفق المصمار عشان اقدر اركب الصاجة بتاعتي في المكان ده ده عشان اوريكو قد ايه بيتم تثبتها لاهميتها الشديدة في ان هي الزباط لدرجة الحرارة زي ما احنا شايفين الكتابة اللي موجودة دي ده نوع بتاع الخامة والدرجة اللي انا محتاجاها لو بصينا كده من بعد المكبت ده ببصي الاقي هنا القعدة اللي هي بترتفع درجة حرارتها وبستخدمها على سطح القماش علشان ازيل الكرمشة اللي موجودة فيها وزي ما اتفقنا اني لازم المكبت ده يكون رديء التوصيل للحرارة وللقهربة علشان ما يسيبش ايد العامل اللي بيشتغل باي اصابات من نتيجة درجة الحرارة او نتيجة الكهربة اللي ايه الكهربة الموجودة اتفقنا تمام هاجي بعد كده بقى المكوى البخار يبقى احنا كده اتكلمنا عن المكوى الكهربائية العادية والمكوى الكهربائية الاوتوماتيكية لو جيتنا دلوقتي حبيت اسألكم وقول لكم هو ايه الفرق بين الاتنين دول هتقول لي ان المكوى الكهربائية العادية هي مكوى مش موجود فيها مؤشر لضبط درجة الحرارة المكوى الكهربائية العادية مش موجود فيها لمبة تضاء عند ارتفاع درجة الحرارة اما المكوى الكهربائية الاوتوماتيكية هلاقي اني موجود فيها اولا الشكل بتاع هتغير الثانيا موجود فيها التدريج حراري ليه؟ علشان أضبط درجة حرارة المكوى بتعتي حسب نوع الخامة موجود فيها لمبة بتضاء عند تشغيل المكوى إلى أن تصل المكوى إلى درجة الحرارة المطلوبة فبيحصل أن المكوى بتنفصل أوتوماتيكيا يا سنة أولى ويعاد تشغيلها مرة تاني أوتوماتيك برضو وساعتها بتضاء لمبة مرة أخرى إلى أن تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة وهنا بيتم كي القطع بتاعتي وشوفنا ده عمليا تالت نوع من أنواع المكوى القهربائية هي المكوى البخار ودي برضو لما أجي أتكلم عنها هي موجودة عندنا كلنا برضو في أغلبية البيوت موجود فيها هذه المكوى لو إحنا لاحظنا كده بصوا هنا بقى الزيادة اللي في المكوى دي عن المكوى القهربائية الأوتوماتيك بصوا كده معي أول حاجة جسم المكوى ابتدى شكله طبعا شكله أن هو صغير أو كبير ده حسب الشركة المنتجة ليه ده إنما الشكل المكوى هو ثابت أنا هنا ابتدى يبقى عندي خزان للمية الجزء ده يا جماعة اللي بنشاور عليه ده بينفتح وبيضاف منه المية وبهنا بتتملي المية في الجزئية دي الشفافة دي بتقولي أن كمية المية اللي أنت ضفتها قدي إيه لأن أنا ممكن أضيف وأنا مش واخد بالي ولذلك خزان المية دي سنة أولى بيظهر لي كمية المية اللي أنا ضفتها منين ضفتها من هذا المفتح هنا كده ضغطا بيتم فتحه للمكوى اللي هي البخار وابتدي أملى هذه المكوى لاحظنا كمان حاجة تانية جديدة إن المكوى دي سطحها مش بس أملس ده كمان مسقب وليه مسقب إحنا اتفقنا أن المكوى دي بخار يبقى أنا محتاجة البخار يخرج من خلال هذه السكوب لأن نظرية هذه المكوى سنة أولى هو أن درجة الحرارة لما بترتفع المية اللي موجودة جوه هذه المكوى بتسخين وبتوصل إلى درجة الغليان وبالتالي أن درجة البخار اللي فيها هي درجة عالية جدا فنلازم تتخلص المكوى منها فبيحصل إيه؟ بيحصل أن درجة البخار دي بتخرج عن طريق السكوب اللي احنا شايفينها قدامنا دي في سطح المكوى نفسها لما بتخرج هنا بتعمل لي عملية التطرية للأماشة وبالتالي الفرد بتاع الأماشة بيحصل له إيه بيزيد طبعا السكوب شكلها بتغير من مكوى إلى أخرى حسب طراز وشكل وشركة المنتجة للمكوى زي ما احنا شايفين مع بعضي كده السكوب دي هي الغرض منها إننا يطلع منها البخار إحنا زي ما بالضبط في البيت النظرية في البيت بتاعت إننا لو بغلي مية مثلا في وعاء الوعاء ده يكون مغطى النظرية بتاعته إننا لو الغطى ده محتوط ووصلت درجة الحرارة بتاعت المية إلى الغليان تلقائيا هلاقي الغطى ده ابتدى يتحرق السبب إن شدة البخار بتاع الماء اللي عايز يطلع لإن ضغط بخار الماء ده خطير جدا فعايز يطلع من الإناء ده فبيحاول يضغط على الغطاء المحتوط ده علشان يرتفع فيسقط فيطلع بخار الماء عشان ما يبقاش فيه ضغط جامد داخل الوعاء نفس الكلام في المكوى البخار أنا دلوقتي بملى لتر المكوى البخار بالماء وبرفع درجة الحرارة عن طريق المؤشر بتاعي فإن اللي بيحصل إن لما درجة الحرارة بترتفع درجة المياه بتوصل إلى الغليان وبالتالي بتبقى كمية بخار المياه الموجودة داخل المكوى عالية جدا الضغط بتاعها عالي فيبتدي يخرج من السقوب الموجودة في سطح المكوى هيخرج على إيه؟ على سطح القماش هنا إيه اللي حصل؟ إحنا لما تكلمنا عن المكوى القربائية العادية قلنا إن أنا بستخدم جنبها بخاخة مية واستغربت ليه بخاخة مية؟ علشان لما بيتم ببخ الأقمشة قبل الكيف بيدي للأقمشة نوع من التطرية فبيبقى سهل جدا إن أنا أفرد الكرمشة ما تاخدش مني وقت وبالتالي أنا بوفر وقت وبوفر جهد يا سنة أولى طيب أنا دلوقتي مش محتاج بخاخة جانبية لأن أنا بستخدم المكوى اللي هي بالبخار المكوى اللي بالبخار سطحها مصقب بسقوب منتظمة شكلها بيتغير حسب الشركة المنتجة لها لما درجة حرارة المية بيرتفع ويتصاعد بخار الماء يدور على حاجة يخرج منها مش هيلاقي قدامك للسقوب الموجودة في سطح المكوى هيخرج من السقوب الموجودة في سطح المكوى على سطح القمش وبالتالي أنا هنا عملت حاجتين مهمين في حركة واحدة بس عملت عملية التطرية للأقمشة وفي نفس الوقت عملت كي وبالتالي الفردة هيكون أسرع وكمان اتخلصت من البخاخ اللي موجودة اللي كان ممكن يلخمني وضيع وقت عبال معد أبخ وبعد كده أرجع تاني أكوي فده القطع اللي أنا عايزة أكويها هبصة ليها أن هي واخدة مني وقت كبير جدا لا أنا المكوى بتقوم بهذه المرحلتين السهولة إيه هي المرحلتين دول؟ مرحلة البخ بتاع الماء على سطح القمش اللي بيساعد في سهولة الكي ومرحلة الكي نفسها تمام؟ تمام زي ما شفنا أنا بس ليعت تاني الفيديو عشان أوريك إن هنا كمان في مؤشر لاحظنا كده؟ المؤشر ده خلاص أصبح ثابت مش كده وبس أنا عندي هنا الزرار ده الزرار ده ليه أهمية؟ طب إيه الأهمية بتاعته؟ أثناء الكي أنا ممكن أكون عايز أساعد لأن الأماشة دي عايزة مجهود أقوى في الكي فأنا بضغط على الزرار ده هنا فيه سقب عندي في مقدمة المكوى البخار أول ما ضغط على الزرار ده إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن يطلع ميا هنا في شكل بخاخ يعني أنا كمان في ميزة عندي في المكوى البخار إن أنا البخاخ استغنيت عنده ولكن هو موجود عندي داخل المكوى زي ما احنا شايفين كده إيه اللي بيحصل إن أنا لما عايز أزود كمية البخار اللي طلعة كل اللي بيعمله إن بضغط على هذا الزرار لما بضغط عليه يطلع رزاز الماء الزائد عن البخار كمان يبقى مع البخار من خلال السقب اللي موجود في مقدمة المكوى ده أنا عندي حاجة تانية كده هوريها لكو دي إيه دي كمان؟ دي يا جماعة عبارة عن إن أنا لو عايز لو ضغطت عليها هزود البخار اللي طالع من السقب اللي أسفل المكوى يعني أنا لو ضغطت كمان على الزرار ده هيزود لدرجة البخار اللي طالع من المكوى دي يبقى أنا عندي زرار ممكن أستخدمه كبخ خاخة وعندي زرار بيزود كمية بخار الماء اللي خارج من هزي الايه؟ من هزي السقوب يبقى إحنا شفنا الشكل بتاع المكوى البخار تعالوا بقى نتكلم عنها جزء جزء ونربط بين الشكل اللي إحنا شفناه وبين الطريقة اللي إحنا عملناها وبين الأجزاء اللي هي مكتوبة عندي ده بيسهل المذاكرة وبيخليني أقدر أحفظ وأفهم بسهولة قال لي بتحتوي المكوى البخار رقم واحد على مدى واسع من درجات الحرارة أنا سمعت الجملة دي سنقول قبل كده أيوة في المكوى القهربائي بتاعتي قلنا أني أول حاجة أكتر حاجة ما يتميزها أني المكوى القهربائية الأوتوماتيك أني عندي مدى واسع من درجات الحرارة اللي أقدر أستخدمه حسب نوع الخامة نفس الكلام بالنسبة للمكوى البخار أنا المكوى البخار أول حاجة موجودة أو تحتوي على درجات حرارة تلائم الأقمشة الموجودة إيه كمان تلقاء يقول خزان ماء داخلي ده مش موجود لا في المكوى العادية ولا موجود في المكوى الكهربائية العادية ده موجود في المكوى البخار فقط إنما أول خطوة أو أول حاجة بتوجد في هذه المكوى هو موجود في المكوى الكهربائية اللي قبلها على طول الأوتوماتيك أما خزان الماء فمش موجود طبعا في المكوى الكهربائية اجي بعد كده ايه كمان بتحتوى عليها هذه المكوى قعدتها مسقبة لخروج رزاز الماء اثناء الكيف سورة بخار حسب نوع القماش ده هنا فيه نقطة مهمة جدا ده انا مش بس درجة الحرارة بزبطها حسب نوع القماش ده انا كمان بخار الماء المتصاعد من هذه السكوب لازم يكون ملائم لنوع القماش بتاعي وبدليل ان فيه مواقف كتيرة جدا حصلت لنا لو حد بيستخدم المكوى البخار ابو السلاقي وانا شغالة البخار اللي طالع تسبب في حر القطع اللي احنا بنينكويها يبقى انا كمان لازم درجة البخار بتاعتي ازبطها حسب نوع الخامة طب وده ازاي اثناء ما انا شغال مش عندي القرص المدرج اللي فيه زبط درجة الحرارة حسب الخامة بتاعتي ايوة عندي كمان لو بصيت في اعلى المكبط بتاع المكوى هلاقي موجود مؤشر كده المؤشر ده مرسوم في ايه سانا اولى مرسوم فيه رسمة فيها رزاز الماء او البخار عالي صغنانة رسمة صغيرة كده زي ما شفناها من شوية في الفيديو وكمان رسمة تانية رزاز الماء قليل جدا ورسمة تالتة كل ده في مؤشر واحد ما فيش بخار ماء اصلا انا بقى بتحكم في كمية بخار الماء اللي طالع اللي هستخدمه في كي القطع بتاعتي عن طريق هذا الزرار ان انا مثلا لو عندي خامة ماينفعشي يبقى درجة حرارة المكوى مرتفعة وكمان عندي بخار ماء خارج درجة حرارته مرتفعة اسخدم ده ممكن يتسبب في احتراك هزي القطع فبلغي بخار الماء نهائي ايه ده؟ يعني ممكن الماء تبقى موجودة داخل خزان الماء وما تطلعش في شكل بخار ماء؟ لا ليه؟ لان انا عملت الخاصية بتاعت الغاء بخار الماء ايه كمان؟ ان انا عندي اللي هي المرحلة الوسط اللي انا عايز فيها بخار ماء بسيط دي بتبقى مع الققمشة اللي لو انا استخدمت بخار الماء عالي هيتسبب في احتراك هزي الققمشة الدرجة التالتة من درجات اختيار بخار الماء الملائم لنوع القمشة هي الدرجة الاولى ودي الدرجة اللي بحتاج فيها لبخار ماء كتير وده اللي لقينا بنستخدمه اما في الققمشة اللي هي بتاعة الجنزات او في الققمشة التقيلة اللي ممكن بخار الماء لو كان قليل ما يساعدش على فرد هزي الققمشة يبقى من حاجات الموجودة في هزي المكوى ومهمة جدا هو مؤشر ضبط بخار الماء الخارج حسب خامة الخامة اللي انا هقوم بكيها فيه كمان عندي مؤشر لدرجات الحرارة واحنا اتفقنا ان فيه من الاساس اصلا مؤشر لضبط درجات الحرارة عند استخدام المكوى بدون بخار مثلي هنا في حاجة انت عندك المؤشر بتقوليلي ثلاث مستويات مستوى للبخار الشديد يعني ان يكون درجة البخار عالية مستوى ان درجة البخار تكون متوسطة ومستوى تانية سنقولة درجة البخار مش موجودة اصلا في الحالة دي انا لازم ازبط درجة حرارة المكوى حسب نوع الخامة لان انا هستخدم هنا ايه هستخدم هنا درجة الحرارة فقط لا غير مش هستخدم درجة البخار كده يبقى احنا اتكلمنا عن المكوى القهربائية العادية اتكلمنا عن المكوى القهربائية الوطوماتيك اتكلمنا عن المكوى القهربائية ايه اللي بالبخار يلا مع بعض نتكلم عن المكوى القهربائية ذات القعدة التفال هنا بقى هي نفس المكوى البخار اللي احنا شايفناها من شوي الفرق كده من الكلمة ذات القعدة التفال يعني القعدة بتاعتي من النوع التفال إحنا لاحظنا إن إحنا وإحنا شغالين بالمكوى القربائية العداء اللي هي البخار بيحصل الاتصاق للأمشة في قاعدة المكوى وده طبعا كان بيسبب لي إصابات كتيرة للملابس أو بمعنى صح احتراق كتير للملابس اللي أنا بكوية وده بالنسبة لداخل أي ورشة يعتبر استهلاك للمديات بتاعتي لأنه لما القطعة بتاعتي بيحصل لها احتراق ما بينفعش أسلحها وبالتالي أنا مضطر يا سنة أولى إن أنا أرميها خلاص القطعة دي ما بقتش قطعة صلحة للاستخدام كده أنا تسببت في إن أنا عملت نسبة استهلاك للأمشة دي أو للقطعة دي عالية وده مش صح أنا لازم أحافظ على جميع الأشياء الموجودة ومنها القطعة اللي تم حيكتها داخل الورشة وبالتالي فكروا في إن إحنا نعمل يعني قالوا نزود حاجة في المكوى البخار إن إحنا نعمل القعدة بتاعتها من التفال وده هيساعد على إن هي مطل تسقش في الأمشة أثناء إيه أثناء الكي يبقى قعدتها التفال تساعد على عدم التساق القماش عند الكي إذا زادت درجة الحرارة وزي ما احنا شايفين قدامنا ده شكل لهذه المكوى تعالوا نراجع كده مع بعض هي المكوى كانت الأساسية بتاعت البخار اللي تكلمنا عنها كانت عبارة عن إيه؟ هنلاحظوا إنهم شبه بعض جدا وإحنا اتفقنا إن الشكل ممكن يختلف حسب شكل إيه أو الشركة المنتجة للمكوى زي ما لاحظنا أدي الزرار اللي فوق ده يا سنة أولى وقلنا إن الزرار ده أنا بستخدمه علشان لو أنا محتاج إن أنا أطلع كمان مية أو أعمل رزاز من الماء يساعدني في الكي أكتر يعني بقى البخار طالع من سطح المكوى المساقب لا ده أنا عايزة كمان يطلع لي بخار ماء زيادة أو مجموعة من الرزاز بتاع الماء كمان يكون أكتر فيساعدني في الكي أكتر فأنا بدوس على هذا الزرار اللي موجود أعلى المكوى زي ما احنا شايفين أهو واتفقنا أهو ده الزرار بتاع المؤشر اللي أنا كنت بقول لكم عليه لضبط البخار الموجود المؤشر ده يا سنة أولى ألاقي موجود هنا ثلاث مستويات للبخار المستوى للبخار فيه درجة حرارته بتبقى عالية جنبه درجة البخار بتاعه متوسطة جنبه ما فيش بخار أصلا فأنا بحرك هذا الزرار حسب الحالة اللي أنا عايزة وده طبعا بيتحدد حسب الخامة اللي موجودة عندي هنا السقب ده هو اللي لما بدوس هنا السقب اللي هو تحت ده لما بدوس على هذا الزر يا سنة أولى يطلع لي رزاز الماء اللي أنا محتاجه من هذا السقب اللي موجود داخل المكوى هنا دي الحتة اللي هنا دي دي المكان اللي موجود فيه المؤشر أو توزيع درجات الحرارة حسب نوع الخامة لحظوا بقى كده السطح بتاع المكوى السطح بتاع المكوى نفس السطح اللي قبلها على طول المكوى البخار نفس السقوب اللي موجودة اللي عن طريقة بيتم مرور بخار الماء الناتج نتيجة درجة الغليان اللي حصلت لما درجة حرارة المكوى زادت وبالتالي زادت المية درجة حرارتها ارتفعت تحولت الى بخار ماء يخرج من هذه السقوب ولكن اللي زادت هذه المكوى ان سطح هذه المكوى من التيفال وبالتالي اسناء الكي قعدت هذه المكوى على القماش يبقى هيجنبني ان القماشة تلتصق في المكوى عند ارتفاع درجة الحرارة يبقى احنا كده استخدمنا كام نوع من انواع المكاول الكهربائية ايوة برافو نسمعها هو المكوى الكهربائية العادية وقلنا ان هي مفيهاش مؤشر مفيهاش لمبة المكوى الكهربائية الاطوماتيك ودي زادت باني بقى فيها مؤشر لتوزيع درجات الحرارة ولمبة للاضاءة عند تشغيل المكوى وارتفاع درجة الحرارة وبتفصل عند انخفاض درجة الحرارة او عند وصول درجة الحرارة المطلوبة وقلنا ان فيه مكوى البخاري اللي عندنا وقلنا اجزاءها وشفناها وبعد كده قلنا المكوى البخاري اللي سطحها من التيفال لعدم التصاق الخامة اثناء الكي عندي ايه بعد كده المكوى البخاري اليدوية يعني انا بقى هزود كمان جزء جديد وهي المكوى البخاري اليدوية او في بعض الورش او في بعض المصانع بسميها المكوى البخار الرأسية للرقصية يسا نقولها علشان هي ليها زراع رقصي ودي موجودة حتى بنشوف اعلاناتها وبنشوفها ان ممكن القطع تبقى محتوطة رقصي على شمع وبنقوم بالكي اسناء التشغيل طب هي عبارة عن ايه هزي المكوى زي ما احنا شايفين نفس فكرة المكوى البخار بتاعتي لكن الزراع ان هي بيد رقصية يبقى هي مكوى خفيفة الوزن زي زراع رقصي تعطي مساحة مكسفة من البخار في درجات الحرارة المنخفضة وبترتفع درجة حرارة البخار تدريجيا وبتستخدم في كي البنسات والخياطات والكسرات والزيل يبقى انا عندي هنا المكوى البخار اليدوية هي مش يدوية يعني رجعت للاول خاص لا معنى كلمة يدوية يعني ليها يد وهي ممكن تكوي مش بس افقي دي كمان ممكن اتعمل بيها او اكوي بيها رأسي بان انا اكون حتى القطعة بتاعتي وابتدي عن طريق البخار الشديد ان انا اكوي القطعة دي لان المكوى دي من مميزاتها سنقول ان هي درجة البخار اللي طلع منها بتبقى على نطاق واسع درجة البخار بتبقى مرتفعة فبالتالي اقدر اكوي بيها كمان في وضع ايه برافو في وضع رأسي مش كده وبس لا ده كمان انا بكو بيها بتساعدني مكوة البخار اليدوية دي لها ذات اليد الرأسية ان هي تكويلي سنيات ان هي تكويلي سنيات يعني ايه كلنا بنلاحظ ان في بعض الجبات مثلا او بعض الموديلات فيها مجموعة من السنيات الرفيعة مش هتقدر تكوهالي اي مكوة عادية انا محتاج هزي المكوة لكي السنيات بعد القصرات اللي بتبقى موجودة القصرة العريضة دي هتساعدني في كي القصرات هتساعدني في كي السنيات للقطعة المراد كيها هتساعدني كمان لو انا عند الدل بتاع القطعة بتاعتي اذا كان بانطلون جيبة ايا كانت القطعة لها زيل فادي هتساعدني في كي هذا الجزء وبالتالي فالمكوة دي بتقوم بكي البنسات والقصرات وكمان بتقوم بكي الخياطات بمنتهى السهولة ايا كانت في وضع افقي او في وضع اي سنقول في وضع رأسي وبتختلف عن باقي المكاوي في ان هي لها يد وان انا اقدر اكوي بها في وضع افقي ووضع اي رأسي ولما اجا تكلم يعني ايه وضع رأسي اقول يعني وهي القطعة موضوعة على الشماعة انا ممكن امسك اليد بتاعتها دي وابتدي اكوي القطعة وهي محطوطة على الشماعة وده طبعا بيعمل على ايه بيعمل على سهولة الكي يبقى احنا خدنا في الحلقة دي انواع ادوات الكي كلها خدنا القاعدة العامة للكي وتكلمنا عن كل نوع من انواع المكاوي ان شاء الله في الحلقة القادمة هناخد الادوات المساعدة في عملية الكي اترككم على خير وبالتوفيق والى اللقاء